السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وموركم إن شاء الله طيب في مقطع اليوم راح نحكي قصة آدم عليه السلام من أول ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلين وفاة آدم عليه السلام وآدم عليه السلام هو أبو البشرية كامل حتى الأنبياء من درية آدم عليه السلام فقصة مليانة بالعجائب والغراء طبعا قد ذكرنا قصته قبل كذا لكن على أجزاء متفردة في حلقة اليوم راح أجمع كل الأجزاء هذه وخليها بطريقة مفهومة وسليسة أتمنى لك مشاهدة ممتعة ولكن لا تنسى أن بعد يوم أو يومين أو ثلاثة بالكثير راح تنزل برضو حلقة ثانية واللي هي الحلقة اللي كانت مفروضة أنها تكون اليوم ولكني رجعت من السفر متأخر وعلى بال ما صورت والمنتاج جالس ياخذ مني فترة طويلة صدقني الحلقة هالجاية مي بهينها أبدا حلقة جدا 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 مهمة وجدا جميلة وأنا عقلي ما يحب أن ينزل شيء ما يكون مناسب لحضراتك ما أحب أني أسلك الأشياء لكم تقدر تسميه مرض تقدر تسميه حالة نفسية أنا كذا عندي مرض أني أحب أن نزلكم شيء يليق فيكم فمنذ ما نطول خذلك شي تاكله لا تنسى تتابعني على كل السوشيال ميديا أكتب أنا ساكشن بإذن الله العلي العظيم راح أطرح أحط الروابط برضو تحت في الدسكريبش أو في صندوق الوصف منذ ما نطول بسم الله نبدأ البشرية كلها متفقين بأن إبليس أبشع مخلوق على وجه الأرض بشع جدا لكن العجيب أنه كان في السماء جميل جدا وخلقته مختلفة تماما وكان عابد من العباد كان مشهور بعبادته لله سبحانه وتعالى بس هذا المخلوق مو من الملائكة هو من الجن إش ود الجن مع الملائكة إش القصة وراء وجوده في السماء وليش تعول إلى مخلوق بشع لها الدرجة وليش عندنا أصلا هذا التصور وهل تعرف بأن الملائكة حاربت الجن اليوم راح نذكر قصة إبليس من البداية الله سبحانه وتعالى يقول وخلق الجن من مارج من نار كثير مننا يعرف هذه الآية لكن ما يعرف إش هو المارج إش هو هذا المارج اللي خلق منه الجن وقال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وركز تحت كلمة قبل هل الجان خلقوا قبلنا وإش كانوا يسوون قبل خلقة آدم عليه السلام هل كانوا وحدهم وإش اللي حصل بالضبط وإش ود إبليس مع الملائكة وخاصة أن الملائكة مسيرين لا مخيرين وأما الجن هم من الثقلين يعني هم مخيرين مخيرين ما بين الصح والخطأ وإش قصة حرب الملائكة للجن وآخر سؤال راح نجاوب عليه في حلقة اليوم وين إبليس في يومنا هذا كل هذه الأسئلة راح نجاوبها في حلقة اليوم الجن والشياطين شيئين مختلفين تماما أغلبنا يفكر الجن هم الشياطين لكن الشياطين شيء والجن شيء ورح أبيل لكم إياها الحين الجن هي فصيلة مثل فصيلة الإنس وهذه الفصيلة هي مخيرة مثلنا يعني مكلفة مثلنا وهي موجودة على وجه الأرض في بعض الناس يخلط ما بين الشياطين والجن لكن الشياطين هي صفة لهذا المخلوق فتعتبر وصف لهذا المخلوق سواء كان للجن أو للإنس فكما قال الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن فنستخلص من هذه الآية بأن الشياطين هي صفة تكون للإنس وللجن بس إيش معنى هذه الصفة؟ الصفة هذه تدل على أن الموصوف بها أبعد الأشخاص عن الحق وعن الخير فصيلة الجن خلقها الله سبحانه وتعالى من أطراف النار أي من اللهب وهذا هو المارج الذي ذكر في الآية فالمارج هي لهب النار وعادة ما تكون ألوانها شديد الحمرة والصفار أو الأحمر المائل إلى الزرقة يعني بنفسجية والله أعلم أن هذه هي ألوان الجن هذه هي ألوان بشراتهما يقول بعض أهل العلم هم كائنات رقيقة جدا وأحجامها أقل حجم من البشر ولها قدرات منيزها الله سبحانه وتعالى بها مثل التشكل على مخلوقات والطيران وسرعة التنقل والغوص في المحيطات وبما أن الله سبحانه وتعالى خلقها من أطراف النار أي من اللهب فهي سريعة الطائشة وعادة ما تميل عن الحق سريعة الميالان اللهب هو السبب الرئيسي في انتقال النار بسرعة الله سبحانه وتعالى قال والجن خلقناه من قبل يعني الله سبحانه وتعالى خلق الجن قبل الإنس وهذا اللي استدلبها أكثر أهل التفسير أكثر علماء التفسير استدل من هذه الآية أن الجن خلقوا قبل الإنس بس العجيب ووين راحوا كلهم وليش إبليس مع الملائكة في السماء وين راحوا معشر الجن كلهما هنا القصة اللي تحدث فيها أكثر أهل العلم أول شي خلونا نفسر كلمة إبليس وش هي كلمة إبليس؟ إبليس هي من أصل أبلسة يعني أبعد نقطة عن الخير بس اصبر إبليس يكون اسمه كده ويكون في السماء يكون مع الملائكة ويكون عابد من العبات وهنا يقول ابن عباس رضي الله عنها أن إبليس كان اسمه عزازيل وهو في السماء وكان مشهور في السماء بطاعته لله سبحانه وتعالى واجتهاده في الطاعت يعني كان من العبات وكان جميل الخلقة مو بزي الشكل اللي كنا نتوقع طبعا الملائكة لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بس عزازيل هذا كان من الجن يعني مخير يعني مكلف ومخير ما بين الصح والخطأ وسبب وجود إبليس أو عزازيل بالأصح في السماء هو له ملحمة سابقة قبل كذا ملحمة حصلت على وجه الأرض يقول ابن كثير في هذه الملحمة أنها حصلت بين مخلوقين عجيبين كانوا قبل الخلق آدم وقبل الخلق الجن وكان اسمهم الحن والبن وكانوا مكلفين مثلنا ولهم شرعهم لكن مع مر الزمان كثرت الفتن عليهم وبدت الفواحش تظهر بينهم وإذا ظهرت الفواحش يظهر القتل والفساد فبدت المعارك تدور بينهم البن فأكثر الفساد في الأرض وسفك الدماغ فخلق الله سبحانه وتعالى الجن وكانوا من اسمهم مخفيين وسلطهم الله سبحانه وتعالى على الحن والبن علمهم أن الجن قتلوهم كلهم أبادوا الحن والبن فجأة كذا استوعبوا الحن والبن بأن في جيوش جالسة تقتلهم وهم ما يشوفونه علمهم أنهم قضوا على الحن والبن تماماً ومن بعدها سكنت الجن الأرض وكانت هذه بداية خلق الجن اللي قالها ابن كثير وطبعاً هذا الكلام كان فيه اجتهاد من ابن كثير رضي الله عنه ورحمه الله وكان مستدل بكثير من الإسرائيليات ومن أقوال أهل الكتاب من قبل فيحتمل الصح والخطأ لا يصدق ولا يكذب ولكن اللي ما عليه غبار أبداً أن الجن سكنوا الأرض قبل الإنس وكانوا مستخلفين فيها فكانت لهم السماء والأرض وأعماق البحار كانت كلها لهم والله سبحانه وتعالى خلقهم مكلفين مخيرين ما بين الصح والخطأ وشرع لهم شرع واضح وأمرهم بالعبادة وبدوا شيء فشيء يتخلون عن أوامر الله سبحانه وتعالى وانتشرت الفواحش فيهم بدوا يفعلون الفواحش وأكثروا القتل والفساد في الأرض إلينا الله سبحانه وتعالى سلط الملائكة عليهم يعني حل عذاب الله على الجن يقول ابن جرير عن شهر ابن حوشب رحمهم الله فأرسل الملائكة عليهم فأجلت كل الجن إلى البحار يعني صاروا عايشين في البحار وأسرت منهم جن واحد وكان صغير في السماء وأخذت معهم إلى السماء ومن هنا بدأ هذا الجن الصغير يتربى مع الملائكة وكان اسمه وقتها عزازيلة إيه نعم هو كان إبليس كان وقتها طفل فتربى إبليس على العبادة وعلى حب طاعة الله سبحانه وتعالى مع إنه لا يزال مكلف ولا يزال مخير مو مثل الملائكة مسير ألين كبر وصار كثير العبادة لله سبحانه وتعالى إيش بك متربي مع الملائكة وكان إبليس يسكن السماء الدنيا كان هذا ما كان يقول ابن عباسة رضي الله عنه كان له سلطان السماء الدنيا وكان له سلطان الأرض وكان يسوس ما بين السماء والأرض يعني كان سيد ما بين السماء والأرض وكان عابد طائع لله سبحانه وتعالى في يوم أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة فقالوا الملائكة يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن الملائكة رأت ما حصل على الأرض من قبل لكن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلم فخلق الله سبحانه وتعالى آدم وآدم خلق على مراحل فأول مرحلة كانت التراب فالتراب هو أنصر عظيم جدا في خلق آدم عليه السلام فقبض الله سبحانه وتعالى قبضه من جميع تربة الأرض من جميع أنحاءه قبضة اليقبة سبحانه وتعالى وفي حديث آخر بأن الله سبحانه وتعالى أمر ملك الموت أنه يجمع له من تربة الأرض فجمع التربة السوداء والبيضاء والحمراء والصفراء وجميع ألوان البشر اللي تشوفهم حاليا التربة الطيبة والتربة الخبيثة حتى في مقولة دائما يقولونها البشر إلى يومك هذا يقولون طينة هذا الشخص خبيثة ولا طينة هذا الشخص طيبة وهذا هو المكسود به الطينة الخبيثة والطيبة وكذا جاء الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأسود المصفر والأحمر المصفر جميع ألوان البشر جات بهذه الطريقة والطيب والخبيث برضو كلها من هذا الطين أو بالأصح من هذه التربة فيروي أبو موسى الأشعري أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من قبضه من جميع أنحاء الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو مالك الأشعري وهذا دليل واضح بأن ألواننا وأطباعنا اللي بداخلنا الطبيعة الطينة بالأصح جاء من هذه التربة فبعد ما تجمعت هذه التربة أضاف الله سبحانه وتعالى الماء لهذه التربة بطريقة تليقبة سبحانه وتعالى فأصبح في المرحلة الثانية واللي هي الطين اللازب الطين اللي يلصك في اليدين وهي المرحلة يكون فيها تراب لزج ممزوج بالماء ومعنى اللازب هنا اللي يلصك في اليدين ومن بعد هذه المرحلة إلى مرحلة الحماء المسنون فقال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون قال ابن عباس هو التراب اليابس الذي يبل بعد يبسه وهنا صور الله سبحانه وتعالى آدم على صورته فخلقه بيده سبحانه وتعالى وصوره بصورة آدم عليه السلام كان ضخم جدا فجلس على هذه الصورة أربعين ليلة ومن بعد هذه الفترة أصبح كالفخار فكان كالفخار لو سقعته طلع له صلصلة وصدى من الداخل فلو تلاحظ مع الفخار يكون مفتوح من الأعلى ما بتلقى فخار مفتوح من الجنب الله سبحانه وتعالى وصفه كالفخار قال بعض أهل العلم بأن إبليس والملائكة كانوا يمشون في لقيو آدم بهيئته الضخمة هذه في ارتعبه شافوه فخافوا كلهم إلا إبليس عرف بأن الله سبحانه وتعالى بيخلق خلق جديد وجلس يدور حول آدم يدور حوله ويدور مناطق الضحف وهو يدور ضرب آدم ضربه في سمع صلصلة من الداخل فعرف بأن آدم مجوف وأنه لح صوت زي الفخار فعرف أنه في فتحه في أعلى رأسه فدخل إبليس من هذه المنطقة اللي في أعلى رأسه وقيل من فيه والأصح أنه من فيه أي فمه لأنه كان ضخم جدا وخرج من دبره وأصبح إبليس وذريته بإمكانهم يدخلون في البشر عشان كده تشوف المس تلقى المس منتشر بين البشر المس الشيطاني من سحر وعين وغيره ولو تلاحظ أن المولود له فتحه في أعلى رأسه ما تتقفل إلا بعد عام ونصف من ولادة هذا الطفل أو هذا المولود وأنه جمجمتها مفتوحة من الأعلى وهذا هو تجويف الإنسان فأعلى الرأس هو آخر ما يكتمل في الإنسان إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فنفخ الله سبحانه وتعالى الروح في آدم ودخلت الروح في رأس آدم حتى وصلت العيون في شاف ثمار الجنة ووصلت الروح إلى خشم آدم عليه السلام فعطس آدم ووصلت الروح إلى فم آدم فلقنت الملائكة آدم إنه يقول الحمد لله فقال الحمد لله فشمته الله سبحانه وتعالى وقال يرحمك الله فكانت أول كلمة من الله لآدم يرحمك الله فوصلت الروح إلى بطن آدم فاشتهى ثمار الجنة اللي شافها في النط قبل ما تكمل الروح لرجولها فقال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل اكتملت الروح في آدم عليه السلام فسجدت الملائكة إلا إبليس وهذه قصة الفتحة اللي في رأس المولود اللي نشوفها إلى يومك هذا وهذه الفتحة ما تكمل إلا بعد عام ونصف من ولادة المولود عام ونصف يعني ممكن تقولي تستحق عام ونصف جمجمة جالسة تكمل وفي بعض الأطفال عندهم أكثر من فتحة فتحتين أو تلاث فمن الطبيعي أنها تكون آخر ما يكتمل في الجسم بس الرضيع في العام الكامل يزيد في طوله 18 سنتيمتر 18 سنتيمتر من العظام والغضاريف يعني أنت لو بتزيد 18 سنتيمتر لو طولك 170 مثلا بيسير طولك 188 188 سنتيمتر يعني المسألة فيها آية لنا عشان نتفكر هنا تتبت بأنها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه لآدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام وأن ألوانهم وطباعهم على حسب تربتهم أو بالأصح طينتهم بس الله سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر في الأرض وفي أنفسنا في نفس الوقت آيتين وراء بعض تتكلم عن الأرض وعن أنفسنا وجدت أن كثير من الأشياء الموجودة في الأرض تشبه أشياء موجودة في أجسادنا مثلا أعضاءنا الرئيسية أولا لنركز في كمية التشابه بين الأرض وأجسادنا بتلاحظ تشابه عظيم وكبير جدا واضح أمام عينك ما يحتاج للتشريح أو تدقيق بزيادة يعني واضح أمام العين في الجلد والشعر مثل الأرض والنبات النبات لها بذور وجذور ومنها تمتد النبتة البذرة تخرج منها جذور عشان تغضي النبتة وتخرج خارج الأرض نفسها نفس بويصلة الشعر نفسها لها شعيرات دموية تأخذ الغذاء من الدم وتوصلها إلى البويصلة عشان تخرج الشعر من الجلد إلى خارج الجلد إشراك في الشبه العظيم بينهم تذكر الآيات الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في الآيات وهذه آية من الآيات عروق الإنسان بين لحمة مثل المياه الجوفية اللي في الأرض اللي تسحب منها الجذور الماء للنبات نفس العروق اللي في جسدك اللي تغضي بويصلة الشعر اللي موجودة في جلدك في المياه الجوفية اللي داخل الأرض نفسها نفس العروق اللي موجودة في جسدك ومو كده بس بعض الفواكه اللي ناكلها اللي موجودة في الأرض الفواكه والخضار اللي تشوفها بعينك تشبه أعضاء موجودة في إجسادنا ومنها الفاصولية والكلية اللي موجودة في بطنك بالله يشوف كمية الشبه بين الفاصولية والكلية نفسها شبه عظيم البطاطا الحلوة والبنكرياس الطماطم من الداخل والقلب المكسرات هذه اللي تسمى عين الجمل ودماغ الإنسان ومو بس كذا الحيوانات المنوية المواد الغذائية تعتبر مكون رئيسي في الحيوان المنوي اللي يعتبر مكون رئيسي في خلق الإنسان ونفس الشيء للبويضة يعني البويضة والحيوان المنوي أغلب المكونات اللي بداخلهم من أشياء ناكلها من الأرض الحيوان المنوي اللي يعتبر مكون رئيسي في خلق الإنسان تعتبر المواد الغذائية فيه مكون رئيسي في البلازمة المنوية وهو المكون المائي في الحيوان المنوي أغلبها ماء في جزء كبير من السوائل وهو يحتوي على مواد غذائية ناكلها من الأرض بعيد عن الجينات والدي انا اتكلم لك عن المادة نفسها وان المواد الغذائية اللي ناكلها من الأرض تعتبر مكون رئيسي فيها وكذلك في البويضة حتى الجنين يتأثر بما تاكلها الأم من الأرض من الأرض إلى حيوان منوي وبويضة إلى جنين وبشر إلى تراب من جديد وأرض يوم أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة فقالوا الملائكة يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لأن الملائكة رأت ما حصل على الأرض من قبل لكن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون فخلق الله سبحانه وتعالى آدم وآدم خلق على مراحل ومن هذه المراحل كانت الفخار مرحلة الفخار ومرحلة الفخار كان فيها جسد آدم قائم وكان مجوف من الأعلى في يوم شاف إبليس ارتعب وعرف بأنه خلق جديد وهذا الخلق خلق عظيم لأنه كان ضخم البنية وعرف إبليس بأن الله سبحانه وتعالى سيخلق خلق جديد فجاء في نفسه حد وغيرة وحسد وفي نفس الوقت امتلى قلبه بالكبرى لأنه ممثل الملائكة معصوم ومسير ومخير هو مخير ومكلف فجاء في نفسه هذا الأمر فبدأ يدور في آدم أماكن الضحف بدأ يحوم ويدور حوله يبغى يشوف مكان ضعف فيه فعرف بأن آدم مجوف من الداخل وهذه هي نقطة ضعفه فعرف أنه يقدر يوسوس في نفس آدم ومن هنا عرف إبليس بأنه بإمكانه يدخل في الإنسي لأن الإنس مجوفين من الداخل المهم أنه حصل اللي حصل وخلق الله سبحانه وتعالى آدم ونفخ فيه من روحه وأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة كلهم أنهم يسجدون لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس كان واقف اللي هو عزازيل في ذاك الوقت أبت نفسه فجلس واقف ولا سجد أبدا تخير معي الموقف والملائكة كلهم ساجدين وإبليس واقف وكل هذا بسبب حقد وغيرة منها وكأن في نفسه يقول كيف تستخلف آدم في الأرض وأنا ساكن في سماء غيره وكبر يا رجل فلعنه الله وأحبطه من السماء الدنيا ومسخه الله على صورة بشعة جدا وصار صورته بشعة جدا مسخها الله سبحانه وتعالى فانتقل صورته من الصورة الحسنة إلى الصورة البشعة الممسوخة وجعلها الله لا يعيش أبدا على الأرض أجلاها الله مع من أجلى من الجن في البحار فوضع عرش على الماء وسمي بعده بإبليس اللعين فصار إبليس هو قائد الشياطين من الإنس والجنة وإبليس هو الوحيد من الجن اللي منظر إلى يوم القيامة جعلها الله سبحانه وتعالى من المنظرين حتى الجن اللي أجلتهم الملائكة إلى البحار ليسوا منظرين مع إبليس لهم عمر محدد ويموتون وإبليس فقط اللي منظر إلى يوم القيامة هل أنت متخيل أن قابلنا ربنا قبل كذا؟ قابلنا الله سبحانه وتعالى قبل ما نكون على وجه الأرض قبل ما نكون شيء في الأصل والله سبحانه وتعالى كلمنا كلنا مع بعض وردينا على الله سبحانه وتعالى جميعنا أنا وأنت وجميع الخلق حتى الأنبياء كلنا ردينا على الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت والعجيب أن كان بين عيوننا علامة كانت هذه العلامة بين عيوننا فكيف قابلنا ربنا وليش ما احنا متذكرين الحين ومو هذا الشيء فقط الغريب في قصة اليوم في قصة اليوم راح نعرف أن الحية اللي هي الثعبان كانت حيوان جميل وكان من حيوانات الجنة وكانت الحية هذه جميلة جدا وذو فروين كثير وكان لها قوائم طبعا هذا الحيوان سوى خطأ كبير خلاه يوصل لهذه الصورة اللي نشوفها بل أصبحت الثعابين مسخ للجن كما أن القردة والخنازير مسخ للإنس في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحيات مسخوا الجن صورة كما موسيخات القردة والخنازير من بني إسرائيل باختصار قصة اليوم مليانة همو طبعا يا أخوان يوم الجمعة هذا يوم عظيم جدا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة فنتفق أن يوم الجمعة هذا يوم عظيم جدا فيه خلق الله سبحانه وتعالى آدم فأول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم نفخ فيه من روح ثم مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر آدم وهنا الأمر العجيب اللي حصل خرج من ظهر آدم عليه السلام ذرية كاملة كلنا خرجنا من ظهر آدم أنا وأنت وباقي البشرية حتى قيام الساعة وفي هذه اللحظة الحظيمة عرفنا جميعا بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وهو الملك وهو رب العالمي هو خالق كل شيء فتكلم معنا الله سبحانه وتعالى وقال لنا ألست بربكم؟ فقلنا كلنا بلى شهدنا فقيل لنا في هذه اللحظة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عنا هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم هذا الموقف محنا متذكرينها الحين لكن أول ما نموت ونبعث من قبورنا رح نتذكر هذا الموقف رح نتذكر هذا الموقف العجيب ويكون هذا الموقف حج علينا يوم القيامة وقتها الله سبحانه وتعالى علمنا بأنه سيرسل إلينا أنبياء وينزل على هذول الرسل الكتب يعلمونا كل شيء ويذكرون بهذا اليوم هذا اليوم اللي لقينا فيه الله سبحانه وتعالى وهو موجود في القرآن وهذا الكتاب يعلمنا حتى كيف نعيش في حياتنا كيف نتحاكم بيننا يعني باختصار هذا الكتاب يكون مرجع أخلاقي وكحج علينا يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى ذكرنا بهذا اليوم وبأن لا نشرك به شيئا وأن نعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته علمه منا بعد هذا الموقف أمر الله سبحانه وتعالى آدم بأنه يرفع رأسه لأنه كان مدنك كان خافض رأسه لله سبحانه وتعالى فرفع آدم عليه السلام رأسه فشاف ذرية كاملة أمام عينه فشاف الفقير والغني الأبيض والأسود الجميل والقبيح فسأل آدم الله سبحانه وتعالى وقال له يا ربي ليش ما خليتهم سواسية ليش ما خليتهم على خلق واحد وفعليا هذا السؤال قد مر علينا قبل كذا ليش ما خلقنا الله سبحانه وتعالى مثل بحر ليش فينا الفقير وفينا الغني ليش فينا الجميل وفينا القبيح ليش فينا الأبيض والأسود والأسمر والأصفر حتى لكن ما تتخيل وش رد الله سبحانه وتعالى على آدم فرد عليها الله سبحانه وتعالى وقال إني أحب أن أشكر وهذا جواب لسؤالنا اللي كان يجري في عقولنا سنين طويلة الله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر ومهما كنت ومهما كانت حالتك قبيح فقير حياتك غير منظمة اشكر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إن شكرتم لأزيدنكم ففي نعم كثيرة أنت لا تشعر بها إلا إذا فقدت هذه النعمة علمه من النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا أشكالنا في ذاك الوقت كانت بين عيوننا علامة كان بين عيوننا مثل النور نور مشعب من بين عيوننا فشاف آدم عليه السلام هذا النور اللي يشعب من بين عيوننا فأعجب آدم عليه السلام برجل أعجب بالنور اللي بين عيونه كان نور مختلف فسأل الله سبحانه وتعالى وقال من هذا يا رب؟ قال الله سبحانه وتعالى هذا رجل من آخر الأمم اسمه داود عليه السلام وهو النبي داود فسأل آدم عليه السلام يا رب كم عمره كم عمره هذا الرجل فقال الله سبحانه وتعالى بأن عمره ستين سنة وهنا آدم جلس يفكر فقال يا رب عمره ستين فقط زده من عمري أنا أربعين سنة عشان يكمل المئة سنة فوافق الله سبحانه وتعالى وكتب عمر داود عليه السلام مئة سنة وعمر آدم عليه السلام تسعمية وستين سنة احفظوا هذا الأرقام لأن لها دخل في باقي القصة علمه منه آدم كان يشعر بالوحدة الشديدة في الجنة كان وحيد ويقال بأن في يوم من الأيام استلقى آدم عليه السلام عشان ينام نام هذه النومة لكن أول ما صحي اكتشف بأن أمامها امرأة وما كان يعرف من وين هذه الامرأة فسأل الله سبحانه وتعالى من هذه فعلمها الله سبحانه وتعالى بأن هذه حواء خلقها الله سبحانه وتعالى من ظلعه وهو أعوج ظل في صدر آدم ويقال بأنه الظل اللي فوق القلب والظل هذا هو اللي يحمي القلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن الامرأة خلقت من ظل وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه وشوف العجيب هنا يشيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذهبت تقيمه كسرته يعني إذا جيت حاولت تواسي الظلع وتخليه مستقيم إن كسر وإن تركته لم يزل أعوج جسوسه بالنساء خير علمهم إن آدم وحواء كانوا عايشين في ذاك الوقت في الجنة والشيطان ما كان راضي بأن آدم وحواء كانوا في الجنة في ذيك اللحظة وكان لهم بالمرصاد كيف الله سبحانه وتعالى يخرجني من الجنة وهم في الجنة فسمح لهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يعيشون في الجنة زي ما يبقوا وأمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر واحد بأنهم لا يأكلون من شجرة معينة هذه الشجرة كانت ضخمة جدا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام يعني تخيل أنك تسير في ظل هذه الشجرة مئة سنة ما يخلص الظل يعني شجرة ضخمة جدا وهنا في رواية من الروايات اللي تعتبر من الإسرائيليات اللي ما أخوذها من التوراة يعني ما يمديك تصدقها ولا يمديك تكذبها ما هي بالصح ولا هي بالخطأ ولكنها تروى تروى للعبرة فقط ولا يستدل بها يقال بأن إبليس عليه غضب الله جمع جميع حيوانات الجنة جمعهم وألقى عليهم فكرة خبيثة واللي هي أنه يتلبس بحيوان من حيوانات الجنة ويدخل الحيوان هذا إلى الجنة بحيث أنه يستطيع يغوي آدم وحواه يعني كان قصده يتلبس بحيوان من حيوانات الجنة ويدخل مع هذا الحيوان الجنة وكان من جمع هذه الحيوانات حيوان الحية واللي كان جميل جدا وذو أربع قوائم وذو فروين كثيف يعني كان حيوان جميل الله أعلم كيف كانت خلقتها بس كان جميل رفضت الحيوانات كلها فكرة إبليس الخبيثة هذه إلا حيوان واحد واللي هي الحية فوافق إبليس فتلبس بالحية هذه ودخل معها للجنة وهو داخل هذه الحية طبعا هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى رقيب وعليم بكل اليصير ولكنها بإذنه وهو قدر مقدرة الله سبحانه وتعالى ففكر إبليس عليه لعنة الله إنه يوسوس لهم بأن هذه الشجرة هي شجرة الخلد لو أكلوا منها سيخلدون ويكون لهم ملك عظيم فعليا وصل لهم الشيطان وبدأ يوسوس لهم بأن في شجرة ضخمة هي شجرة الخلد وإنه إذا أكلوا منها سيخلدون ويملكون ملك عظيم جدا ملك ما بعد قال الله سبحانه وتعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ فسأدم رفض الفكرة تماما ما كان راضي بالفكرة علي وكانت حواء مثله كانوا الاثنين هم رافضين الفكرة تماما ولكن حواء عليها السلام كانت أضعف من آدم وانهزمت حواء أمام وسوسة الشيطان انهزمت قبل آدم فصار الشيطان يوسوس لآدم بأن هذه فعلية شجرة الخلد وحواء من هنا تقترع عليه نفس الفكرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء لم تخن أنت زوجها الدهر وهذا الرواية لأبو هريرة بإسناد صحيح وفيه رواية بلف آخر لأبو هريرة بإسناد صالح وفيه لولا حواء خانت آدم في قولها لإبليس ما خانت امرأة زوجها فانهزم آدم وقتها وأكل من الشجرة فانكشفت عوراتهم أمام بعض بدت لهم سوءاتهم والسوءة هي العورة فأول ما حصل لهم هذا الشيء قاموا يركضون ويأخذون من أوراق الجنة عشان يغطون عوراتهم إلا بالله سبحانه وتعالى يقول لهم وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فأهبط الله سبحانه وتعالى آدم وحواء من الجنة عقابا لهم أما إبليس فمسخها الله سبحانه وتعالى مسخ بشع جدا فأصبح أبشع مخلوق ويضرب في بشاعته الأمثال إلى يوم كان أما الحية فمسخها الله سبحانه وتعالى إلى الشكل اللي نشوفها الحين من دون أطراف ومن دون فر وأصبحت مسخ الجن زي ما القردة والخنازير مسخ الإنس يقول بعض أهل العلم بأن بعض الحيات اللي نشوفها على وجه الأرض الحين احتمال تكون جن في الأصل مسخهم الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة وهم مو بزي مسخ البشر أبدا مسخ البشر إلى القردة والخنازير ليس لهم نسل أما الجن فهم يعيشون كعقاب لهم يجلسون يزحفون على بطونهم طول حياته وأما آدم قيل بأنه هبط في الهند وحواء في عرفة وهذه الأقوال مهيب ثابتة بس كانت أطوالهم كبيرة جدا كانوا ضخمين القابة قرابة الثلاثين متر وكانوا وقتها عريانين ومغطين على عوراتهم من أوراق الجنة وأول ما نزل تلقى آدم من ربه كلمات يقولها عشان يتوب الله سبحانه وتعالى عليه يتوب عليه من الفعل اللي فعلها وفي قول آخر بأن الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويقال بأن آدم عليه السلام قال يا رب ألم تخلقني بيديك قيل له بلى ويرد ويقول ونفخت في من روحك فقيل له بلى في يرد ويقول وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت يا ربي رحمتك غضبك قيل له بلى وكتبت يا رب علي أن أعمل هذا قيل له بلى قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة فقيل له نعم وهذا الكلام برضو لي ولك فكلنا نخطئ كلنا نخطئ مثل أبونا آدم ولكن إذا تبنا نعود إلى الجنة كما عاد آدم عليه السلام إلى الجنة هو القرار لنا حين فتعود مجرد ما تذني تب مباشرة مهما سويت ومهما كان الأمر هذا متكرر في حياتك تلمهم أن آدم وحواح عليهم السلام عاشوا على وجه الأرض سنين طويلة في يوم وصل آدم عمره تسعمية وستين سنة تفاجأ إلا برجل يأتيه وكان هذا الرجل ملك الموت وطبعا الأنبياء يأتيهم ملك الموت على شكل رجل يعني على هيئة رجل وقبل ما يأخذ أرواحهم يستأذنهم ويخيرهم بين الدنيا والآخرة في يوم شاف آدم سأله من أنت رد عليه أنا ملك الموت وجيت أقبض روحك قال آدم كيف بقي لي أربعين سنة ما عمري ألف سنة بقي لي أربعين قال ملك الموت وهبتها لابنك داود ما عطيت ابنك داود أربعين سنة فكمل المية قال آدم لا ما عطيت أحد شيء من هو داود استطاف الله العظيم بس يعني جحدة نسي آدم بأن أعطى داود عليه السلام أربعين سنة عشان يكمل المية سنة رحمة منها وإن الله سبحانه وتعالى كتب عمر داود عليه السلام مية سنة وكتب عمرك يا آدم تسعمية وستين سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته فلا زالت ذريته تجحت إلى يومك وهنا اختار آدم الدنيا ثم اددها الله سبحانه وتعالى أربعين سنة متلاحظ أن البشرية بدت تصغى رجيل ورجيل أحجامهم وأشكالهم تصغى اللي بأول ثنوي الحين كأنه في سادس ابتداء زمان هذا كلها لا دخل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا دخل بحلقة اليوم بس مو هذا الشيء الوحيد اللي رح نناقشه في هذا اليوم ففي موضوع ثاني جدا غريب في قصة له اللي هو إن في عهد آدم عليه السلام كانت القرابين لها علامة في قبولها من الله سبحانه وتعالى وكانت هذه العلامة نار من السماء تخرج تأخذ هذا القربح يعني أنت الحين قربت لله سبحانه وتعالى قربان بأنك ذبحت ذبيح فعشان تعرف بأن الله سبحانه وتعالى قبل منك هذا القربان نار تخرج من السماء تأخذ هذه الذبيحة من أمام عيونه فكانت هذه علامة قبول الله سبحانه وتعالى لهذا القربح أو لهذه الذبيحة وفي قصة اليوم راح نناقش برضو كيف كانت خلقة حواه عليها السلام وكيف تكاثرت البشرية في بداية الزمان وإش القصة الغامضة في قتل قابيل لأخيه هابيل وإش الرابطة بين قصة قابيل وهابيل وشات إبراهيم عليه السلام وكيف توفى آدم عليه السلام وين دفن بالضبط ومن تولى النبوة من بعده من أولاد آدم عليه السلام وإش دخل هذا المواضيع كاملة في أن البشر في كل زمان تقسر أحجامهم وتصر كل هذا راح نناقش بإذن الله بالتفصيل في قصة اليوم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأشياء كثيرة في ديننا ودنيا فما علمنا فقط في الدين علمنا حتى في الدنيا أشياء عجيبة وغريبة جدا واللي نلاحظها ونشوفها في يومنا هذا واللي هو إن بكل جيل أحجامنا جالسة تنقص أو جالسة تقل أشكالنا وأحجامنا تقل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعة فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله وهنا ركزوا معايا في النقطة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعة فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن يعني أحجام البشر من خلقة آدم حتى الآن في كل جيل جالسين ينقصون أحجامهم جالسة تنقص ففي عهد آدم عليه السلام الأحجام والأشكال وحتى الشرائع مختلفة تماما طبعا كانوا على دين الإسلام لكن شريعتهم مختلفة وشريعتهم تناسب أشكالهم وخلقتهم العجيبة والكبيرة فالبشر قبل كده كانت أحجامهم أكبر وهم أكثر حفظا منها فكانت قدراتهم الجسمانية أكبر فمن عهد آدم إلى يومنا هذا أحجامنا تنقص وذاكرتنا تضعف عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يوم القيامة أشكالنا تكون أو ترجع إلى شكل آدم عليه السلام وهي أكمل صورة أكمل في العقل وأكمل في الجسد ألمهم أن أول ما هبط آدم من الجنة إلى الأرض وألهمها الله سبحانه وتعالى أنه يتوب من فعلته زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده كان إبليس قدمسخها الله سبحانه وتعالى لصورة بشعة جدا وأهبطها الله سبحانه وتعالى للأرض وكان إبليس حاقة حقد شديد جدا على آدم وحوه يعني هو لعنها الله سبحانه وتعالى وحرمها من الجنة تماما وجعلها من المخلدين في النار بل مسخها الله سبحانه وتعالى للصورة هذه البشعة فكان مترصد لحواء وآدم ترصد شديد وكان يعلم بأن آدم وحواء خلاص أخذوا حذرهم منه يعني مع الموقف اللي حصل لآدم وحواء في الجنة وإنهم أهبطوا إلى الأرض بل تابوا إلى الله سبحانه وتعالى من فعلته عرفوا خطة إبليس وعرفوا إن إبليس يبغى يغويهم ويعني زي ما تقول إلا سعى وعرفوا لعبة إبليس بالضبط في إبليس ما كان غبي وكان ذكي جدا وكانت عينها على ذرية آدم بس الحين حواء كيف كانت خلقتها وكيف كانت تنجب كانت خلقة حواء عليها السلام مختلفة عن خلقة باقي النساء اللي نشوفهم بزمنناها كانت خلقتها عجيبة جدا يقول أهل العلم بأن حواء كان لها رحم مفصول إلى قسمين قسم تحمل فيه أنثى والقسم الثاني تحمل فيه ذكر ففي كل مرة تحمل حواء عليها السلام تنجب توأم اثنين منه ذكر وأنثى يعني ولد وبنت ويعتبرون أخوانا بس كيف كانوا يتكاثرون يعني هل يجوز يا أنس أن الأخو يتزوج أخته يقول أهل العلم بأن في شريعة آدم عليه السلام كان حرام على الأخو أنه يتزوج من أخته اللي من نفس البطن يعني حواء الحين تلت أنثى وولد في كل مرة صح؟ الولد والأنثى هذولا هم أخوان وحرام عليهم أنهم يتزوجون من بحث فكل ذكر يتزوج من أنثى من بطن ثاني فيعني نقول مثلا أن حواء عليها السلام أنجبت أنثى وذكر والأنثى والذكر هذولا هم توأم من بطن واحد هذولا الأنثى والذكر اللي هم توأم حرام عليهم أنهم يتزوجون من بحث ولازم عليهم أنهم ينتظرون أخوانهم من بطن ثاني عشان يتزوجون من بحث يعني التوأم هذولا يتزوجون من التوأم الثاني أدري أن الأمر معقد شويتين بس أتمنى أنك فيها وجلسوا على هذا الحال حتى تكاثرت البشرية وصار فيه أنسا ومن اللي أنجبتهم حواء عليها السلام أخوان اسمهم قابيل وهابيل وهم من بطون مختلفة أغلبنا يعرف قصتهم بس ما يعرفها بالتفصيل فقابيل كان من بطن وهابيل كان من بطن تاني فكان قابيل أكبر من هابيل لكن هابيل أقوى جسديا وأتكى عقلا ألمهم أن قابيل وهابيل انعجبوا ببنت واحدة تعتبر أختهم من بطن تانية يعني عادي أنهم يتزوجونها أو يبغون يتزوجونها كلهم الاثنين كل واحد يبغي يتزوجها فطبيعة البشر عشان تتزوج لازم أن يكون عندك شغلة أو طبيعة شغل يعني فكان قابيل مزارع وهابيل راعي للأغنام يعني كل واحد عنده خير صاروا جاهزين للزواج وكل واحد جاي يبغي يتزوج هذا البنت تصار في نوع من المشادة على من يتزوج هذه البنت كل واحد يقول لا أنا أفضل منك وأنا أقوى منك وأنا أحسن منك وهي لي والثاني يقول نفس الشيء في يوم اشتد النقاش بينهم قالوا خلاص الحين نروح نتحاكم عند أبونا آدم هو اللي بيحكم بيننا وبيقول من اللي بيتزوج هذه البنت في يوم راحوا عند آدم عليه السلام وقالوا لها السالفة كاملة دال آدم عليه السلام عندي لكم فكرة كل واحد منكم يقدم قربان لله سبحانه وتعالى واللي يتقبل الله سبحانه وتعالى قربانه هو اللي يتزوج هذه البنت طالوا قابيل وهابيل في بعض وقالوا فكرة سليمة كل واحد منا يقدم قربان من حلاله قابيل يجيب من أعشابه وهابيل يذبع ذبيحه لله سبحانه وتعالى فاتفقوا على أن كل واحد يروح يجيب قربانه ويتواجهون أو يتقابلون في جبل من الجبال له وكل واحد يقدم قربانه على صخره بس اللي ما كانوا يعرفونه أن إبليس كان لهم بالمرصى وعرف إبليس منفذة فين في يوم تقابلوا إلا بهابيل قتجاب معه كبش أملح من أفضل أمواله أما قابيل فكانت قضية مختلفة تماما في يوم جاء قابيل يجيب قربان لله سبحانه وتعالى واسوس لها الشيطان إنه لو قدم من أموالها أفضلها رح يخسرها فطلع أقل الحصاد جوده حوف منه إنه يخسرها وفوق ذه كله طلعها من غير طيبة نفسه وقيل بأنه طلع الكودن والزوان والله ما أدري شيء إنه باتات هذه الحقيقة وطلعها من غير طيبة نفس المهم إنهم تقابلوا وكل واحد قدم قربانه لله سبحانه وتعالى هابيل ذبح ذبيحته وقابيل قدم الزروع هذه والحصاد هذا على هذه الصخرة وبعدها جلسوا في هدوء ينتظروا كل واحد ينتظر ويناظر ينتظرون متى يتقبل الله سبحانه وتعالى قربان واحد منهم فجأة إلا بنار من السماء تخرج متوجهة إلى الأرض إلا بالنار هذه تضرب كبش هابيل أمام عيون قابيل وهابيل ويختفي هذا الكبش تماما وكأن هذا النار أخذت هذا الكبش إلى السماء وبكذا عرفوا قابيل وهابيل بأن الله سبحانه وتعالى تقبل من هابيل قربانه فناظر قابيل لهابيل بنظرة حقدة لأن بكذا خلاص بيتزوج هذه البنت يوم شاف هابيل نظرة قابيل له قال إنما يتقبل الله من المتقين اللي يقدمون أحسن ما لديهم ويقدمونه بطيبة نفس قال قابيل دام الشغلة كذا لا أقتلنك وأستريح منك ولا تتزوجها وقف قابيل وراح طبعا هابيل استعان بالله وما كان يخشى إلا الله سبحانه وتعالى وكان فرحان بقبول الله سبحانه وتعالى كبشى وبعدها بأيام كان هابيل يرعب بأغنامه وقلت أخره خارج البيت خلاص يعني الليل بيظلم وهنا بدأ آدم عليه السلام يقلق على ولد هابيل فقام آدم عليه السلام وقال لقابيل وين أخوك رد عليه يرعب أغنامه فقال آدم عليه السلام روح نادى لعله ضيع الطريق أو النساء يوم قال آدم عليه السلام لقابيل هذه الكلمة عرف قابيل بأنها فرصته لقتله لأنه بكذا ما حد بشك حتى لو آدم عليه السلام عرف بيقول أي شيء حصل له سقط مات ربي أخذ أي شيء فأخذ قابيل معاه عصى وقيل حجر وهو باقي في قلبه سالفت بأن الله سبحانه وتعالى تقبل قربان هابيل ولا تقبل قربانه وإنه بكذا بيتزوج هذه البنت فأخذ معاه الحجر هذا أو العصى وانطلق لهابيل وهو في الطريق إلا بهابيل راجع بأغنامه للبيت فأول ما شاف قابيل قال يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك ولا تتزوجها فقال هابيل قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك وإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله سبحانه وتعالى من المتقين وهنا بدأ قابيل يغلي دمه فعليا خاصة بعد هذه الكلمة فشل قابيل هذا الحجر وضربه في راس هابيل ضربه ضربه في راسه إلا بحابيل ساقط على الأرض لكنه ما مات فصاح هابيل فيه قال ويلك يا قابيل أين أنت من الله كيف يجزيك الله بعمله فشل الحجر مرة ثانية قابيل وضربه مرة ثانية على راس هابيل وكانت هديك آخر أنفاس هابيل فمات هابيل والعجيب إن هابيل ما دافع عن نفسه مع أنه كان أشد قوة فمن تقوى وخوف هابيل على أخوه إنه يقتله ما رفع حتى يده لكنها نصح في آخر أنفاس الحال المهم إنه مات وجلس قابيل لناظر في جثة هابيل جسد أخوه طايع على الأرض وبدأ يعرف قد أيش المصيبة اللي فعلها فعليا أنا قتلت أخوي فبدأ يقلب جثة أخوه يبغي يخفيها يبغي يدس أخوه في مكان عشان آدم عليه السلام ما يشوف جثته وهو على هذا الحال إلا بجسد طير يسقط على الأرض يطيح قدام عيون قابيل فوقف قابيل وقف وجلسي ناظر إلا بطير ثاني ينزل عن جسد الطير الميت ويحفر حفرة قدام عيون قابيل ويدفن جسد الطير الثاني بالترابة قدام عيون قابيل فالله سبحانه وتعالى بعث هذا الطير عشان يعلم قابيل كيف يدفن أخوه رحمة من الله سبحانه وتعالى فحس قابيل بأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى وفعليا بدأ يطبق نفس فعلة هذا الطير حفر حفرة ووضع جسد أخوه في هذه الحفرة ودفنه وكانت هذه أول جريمة في تاريخ البشرية حتى إن إثم كل جريمة تحصل في يومك هذا على قابيل إثم من هذه الجريمة وكانت بسبب مضاربة على فتحة فانتبهوا من هذا الموضوع بالذات وقيل بأنها غيرة من أن الله سبحانه وتعالى تقبل من هابيل ولا تقبل من قابيل فقال والله ما أمشي في الأرض وأخواني كلهم يعرفون بأنه تقبل منك ولا تقبل مني المهم أن علينا حنى أن ننتبه من أن نعطي نظرة الناس اهتمام أكبر من اهتمامنا في الحلال والحرام أو رضو الله سبحانه وتعالى عنه أو أنك تتهاوش بسبب أمر في الدنيا ترى الشيطان يحب الأشياء اللي مبنية على مشاعر يموت فيها أي شيء مبني على مشاعر في حياة دائما تلقى الشيطان ينفذ فيها فاجعل أمرك دائما مع الله ولله سبحانه وتعالى المهم تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمره بأنه يذبح ولده بس الله سبحانه وتعالى نزل كبش من السماء تتذكرون هابيل يوم قدم كبش لله سبحانه وتعالى همتوها ولا باكير يقول ابن عباس بإسناد جيد في قصة هذا الكبش اللي قدم هابيل لله سبحانه وتعالى وبالتحديد في تفسير آية إذ قرب قربانها يقول ابن عباس فقرب قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض عما صاحب الحرث بصبرة من طعام فقبل الله سبحانه وتعالى الكبش فخزنه في الجنة أربعين خريفا وهو الكبش الذي دابح إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني الكبش اللي قدم هابيل هو الكبش اللي دابح إبراهيم عليه السلام بدلا من دبح ولده إسماعيل فسبحان الله إلمهم إن مرة الأيام إلين جاء ملك الموت إلى آدم عليه السلام خلاص بيأخذ روحها ووقتها كان عمره تسعمية وستين سنة على إنها أعطى داود عليه السلام أربعين سنة قد ذكرنا هذه القصة قبل كذا إذا تبقى تسمعها بالتفاصيل ارجع للمقطع اللي قبل لكنها آدم عليه السلام جهد وكان هذا أول جهود بني آدم إلمهم إن الله سبحانه وتعالى زاد آدم عليه السلام أربعين سنة فأتم الألف سنة ويوم الجمعة بالتحديد حس آدم إن أجلها قرب فراح لولده شيث ووصه بوصاه فعلم ساعات الليل والنهار وعلمه جميع العبادات وعلمه بنبوءة عظيمة جدا ستحصل على وجه الأرض من بعدها واللي هو بأن الأرض ستغرق تماما بيومنا الأيام وأن الماء سيغطي جميع الأرض وإنما بيجلس يوم ولا يومين بيجلس فترة طويلة واللي هو طوفان سيدنا نوح عليه السلام وقال أهل العلم بأن شيث عليه السلام أنزل الله عليه سبحانه وتعالى خمسين صحيفة فيها تبيان لكل شيء إلمهم إن آدم كان حاس بأن الموت قريب وإن ملك الموت في أي لحظة بياخذ روح إلا فعليا تتفاجأ حواء عليها السلام بأن الملائكة داخل عليهم ومعها حنوط وكفن كلها من عند الله سبحانه وتعالى وكانوا يعزوا الله في ابن هابيل فجاءت حواء ووقفت أمام آدم عليه السلام وتحميه كأنها تقول لا لا تأخذونها مني واقف قدام آدم عليه السلام بس آدم عليه السلام قام وسحبها وقال إليك عني فإني إنما أتيت قبلك فخلي بيني وبين ملائكتي ربي وفعليا أخذت الملائكة روح آدم عليه السلام أبو البشر وكفنته الملائكة ودفنته وصلت عليه وهنا كسفت الشمس والقمر سبع أيام بلياليها وبكت الخلائق على آدم عليه السلام سبع أيام برضو بلياليها وما هي إلا سنة واحدة وتوفيت حواء عليها السلام ودفنتها الملائكة بس وين دفن آدم عليه السلام مع أننا نعرف أن حجم آدم عليه السلام مو بالحجم الطبيعي حقنا هذا حجم جدا ضخم في قبرة أكيدنا بيكون جدا ضخم ومعروف لكن للأسف مو معروف وله مثبت وين دفن آدم عليه السلام لكن في أقوال والأقوال في مكان دفن آدم عليه السلام من قسم الثلاثة وأشهر الأقوال بأن آدم عليه السلام دفن في المكان اللي حط فيه بعد ما أهبطه الله سبحانه وتعالى من الجبل واللي هو جبل في الهند وله معروف إش اسم الجبل هذا لكنه يقال بأن جبل في الهند وهو المكان اللي هبط فيها آدم عليه السلام أما القول الثاني بأنه مدفون في مكة في جبل اسمه جبل أبي قبيس الله أعلم إن هو الحقيقة أنا معرف إلى الحين لكن ممكن أحط لكم صورة هالك يعني هو يا مدفون في الهند يا مدفون في مكة بس إن الأشهر بأنه في الهند والقول الثالث بأن نوع عليه السلام دفنهم في بيت المقدس وهذا بعد ما انكشفت أجسادهم من الطوفان اللي حصل على الأرض فشل أجسادهم ودفنها في بيت المقدس ويقال إن قبر آدم عليه السلام يمتد من مسجد إبراهيم عليه السلام إلى صخرة بيت المقدس راسه عند مسجد إبراهيم عليه السلام مرجولة عند بيت المقدس والعلم عند الله سبحانه وتعالى وين دفن آدم وحواء وما حد يعرف بالضبط وين ما كان الين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم من سلسلة البداية والنهاية إذا تبغى تتابع باقي حلقات هذه السلسلة بتلقى رابط قائمة التشغيل في صندوق الوسط سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة